نحبين نلقي الضوء على ملعب طيبة أو نادي طيبة اللي النادي الأهلي حصل على الانتفاع لمدة 25 سنة عشان يكون نافذة النادي الأهلي في الصعيد فهو تحديدا في الأكسر بينه وبين زي ما حرقكم شايفين دي ممكن صور بتعرض لأول مرة الملعب ده ملعب قانوني وبيسع ل7000 مشجع الملعب على مسافة 13 كيلو متر من مدينة الأكسر الملعب على مساحة 13 فدان النادي الأهلي على مساحة 18 فدان فالملعب على مساحة 13 فدان يعني طبعا فرع الجزيرة 18 فهمساحة كويسة جدا عنده بوابة رئيسية واربع بوابات فرعية فيه حمام سباحة كبير حمام سباحة الأطفال فيه ملعب مفتوح متعدد الأغراض واثنين ملعب تنس وملعب خماسي وصالة ألعاب كمان فيه مطاعم وقاعة مناسبات بتسع العدد ألف شخص غير المكاتب الإدارية أعتقد نقلة زي ما حضراتكم شايفين نقلة مهمة جدا للنادي الأهلي فرع للنادي الأهلي في الأكسر لخدمة أبناء الصعيد وده اللي هيترتب عليه في رغوة أخرى وده التفكير بر السندوق في وحدة النادي الأهلي الاقتصادية زي ما الكابتن محمود الخطيب أعلنها